زي ما احنا متعودين بيكون معانا دايماً كل حلقة ضيف جديد بكتاب مميز كتبنا النهاردة من نوعية كتب السير الذاتية واللي حقيقي بقالها فترة كبيرة جداً بتنافس وبقوة على الساحة الثقافية وليها قراء ومتابعين ده حتى كمان فيه دور مخصصة أو متخصصة في اللون ده تحديداً من الأدب رغم صعوبة كتابتها طبعاً إلا إنها بتحتاج في إعدادها لمصادر قوية جداً وموثوقة ومعلومات كتيرة جداً وغير قابلة للغلط شخصية أو فنية أو حتى لو عملية طبعاً بتختلف إحنا بنكتب السيرة الذاتية دي عن مين أو مين هو صاحب السيرة الذاتية صاحب السيرة علاقته بالوسط بتبقى عاملة إزاي؟ كمان حياته الشخصية أكيد بتهم الناس عشان كده أي كاتب بيقرر إنه يكتب سيرة ذاتية لازم يكون حابب الكتابة فيها ولازم يكون دقيق جداً في اللي بيكتبه كتابنا النهاردة هو سيرة فنية للمطرب محمد أنديل صاحب الأغاني المشهورة يا حلو صبح وبين شطين ومية وبشهادة كوكب الشرق طبعاً أم كلسوم كانت بتقول دايماً إنه هو من أقوى الأصوات المصرية في عالم الغناء وهو كمان من عيلة فنية لأنه والده كان عازف عود وقدم حوالي 800 أغنية وحوالي 20 فيلم على مدار حياته ترك إرث فني وشعبي عظيم جداً أغاني محبوبة جداً على فكرة لكل الأجيال هنعرف أكتر عنه المطرب الراحل محمد أنديل من ديفي اللي هينورنا النهاردة في ستوديو وهو الكاتب والباحث محب جميل عشان نتكلم معاه عن كتابه محمد أنديل تلات سلامات هيحكي لنا بقى بالزبط أكتر عن كواليس الكتاب شمع نختار المطرب محمد أنديل بالتحديد كانت إيه مصادر اللي استعان بيها لكتابة السيرة الزاتية